اشتركوا في القناة مثل ما بتعرفوا الطريقة العادية لحتى نحن نشغل مقطع صوت اما بيشتغل عن طريق السبيكر الموجود باسفل الهاتف السبيكر الاساسي او بيكون على جنب الهاتف حسب نوع الهاتف او بالاعلى والطريقة الثانية هي ان نحن نحط سماعات ونسمع مقطع الصوت عن طريق السماعات لكن انا بهذا الفيديو اجلب لك طريقة ثالثة بنقدر من خلالها نشغل سبيكر ثاني موجود داخل هاتفنا بصوت نقي 100% وبنقدر نسمع على الاصوات بشكل خاص جدا وبخصوصية تامة نعم شباب لا تعرفوا كيف وشلون فقط ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كان اصدقائي رشاة لكم من جديد مثل ما ذكرت ببداية الفيديو حاليا رح اشرع عن طريقة رائعة جدا حتى نشغل مقاطع الصوت الموجودة بهاتفنا عن طريق ميغريفون او سبيكر ثاني لكن شباب اما بلاش فرحي الخطوة اتمنى منكم اول شي تدعموا قناتنا الاحتياطية لتركت لكم رابطها بصندوق الوصف اتمنى منكم تدعموها وتشتركوا فيها حتى لا قدر الله اذا صار عنا مشكلة داخل هاي القناة نقدر نكمل معكم بالقناة الاحتياطية اتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هاد الفيديو طبعا شباب كل بساطة بصندوق الوصف تركت لكم رابط لتحميل وتثبيت هذا التطبيق هذا التطبيق اللي بساعدنا على تشغيل الميغريفون او السبيكر الثاني الموجود داخل هاتفنا نعم شباب كل بساطة مجرد نحن ما دخلنا على التطبيق فرحي افتح معي بهذا الشكل رح اضغط بمنتصف الشاشة على الكلام الاسودهات رح اضغط عليه فهون بطلب مني الاظونات رح اضغط على سماح كمان سماح فبكل بساطة فتح مقاطع الصوت اللي موجودة بهذا الشكل بكل بساطة انا هون مسلا بدي شغل مقطع صوت بخصوصية وعبر السبيكر الثاني الموجود بالهاتف اللي هو السبيكر الخاص بالمكالمات هذا السبيكر ما بيشتغل الا بالمكالمات لكن احنا بهذا التطبيق رح نشغل اي مقطع صوت عن طريق السبيكر هذا الموجود بأعلى الشاشة الخاص بالمكالمات لحتى نسمع المقاطع الصوت بخصوصية تامة على سبيل المثال رح شغل أي مقطع عندي مجرد ما تغطى عليها فهلا حاليا نشتغل عندي لكن عن طريق السبيكر اللي موجود بالأعلى رح عرب الهاتف على المايك حتى تسمعوه مثل هم لحظين طبعا أنا قربت الهاتف على المايك حتى تسمعوه وبهاي الطريقة بنشغل أي مقطع صوت بخصوصية تامة ومن دون ما حدا يعرف وأيضا عن طريق السبيكر الثاني الموجود بهاتفنا أتمنى أن يكون أفادكم وأعجبكم هذا الفيديو